فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين با 12 وحمض الفوليك ميجالوبلاستيك أنيميا فيتامين با 12 وحمض الفوليك أحد العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم بشكل ضروري حيث تقوم بأداء عدة وظائف هامة تحافظ على صحة الإنسان وتتمثل في إنتاج خلايا جديدة كخلايا المخ خلايا الدم خلايا الحمض النووي DNA وRNA يعد فيتامين با 12 من الفيتامينة الذائبة في الماء والذي يتطلب امتصاصه وجود بروتين داخل المعدة يسمى العامل الداخلي بحيث يرتبط بالفيتامين ويسهل امتصاصه في الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة ومنها لخلايا الدم في حين يتم تخزين الكمية الزائدة منه داخل الكبد للاستخدام عند الحاجة والآن ما هي أسباب نقص فيتامين با 12؟ يمكن أن يحدث نقص لفيتامين با 12 بسبب فقدان العامل الداخلي للأجسام المبادة والتي تنتج بفعل النشاط المفرط للجهاز المناعي وبالتالي تهاجم وتدمر خلايا المعيدة المسؤولة عن إنتاج العامل الداخلي ودون وجود العامل الداخلي لا يمكن امتصاص فيتامين با 12 ويخرج مع البراز وهذا ما يطلق عليه فقر الدم الخبيث بيرناشيس آنيميا كما أنه قد يحدث نقص لفيتامين با 12 بسبب اتباع نظام غذائي يفتقر إلى هذا الفيتامين والموجود بشكل أساسي في اللحوم والبيض والحليب خاصة أن الجسم لا يمكنه إنتاج هذا الفيتامين بنفسه وعند حدوث فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين بي 12 أو بي 9 حمض الفوليك فهذا يؤدي إلى إنتاج قريات دم حمراء كبيرة وغير طبيعية لا يمكنها القيام بوظائفها بالشكل الطبيعي والذي ينتج عنه العديد من المشاكل الصحية والتي تتمثل في الأعراض التالية التعب الشديد ضعف العضلات التنميل ألم وحمرار في اللسان تقرحات في الفم اضطرابات في الرؤية الإحساس بنقص الطاقة مشاكل نفسية قد تتضمن الاكتئاب والارتباك مشاكل في الذاكرة والفهم